مجلس النواب مجلس النواب وكذلك تعديل عمر المستفيدين وتعديل الوحدات السكانية حسب احتياجات المواطن البحريني اقتراحنا اللي قدمناه والوزارة كان ردهم بكل أسف يعني مختلف عن المقترح أنne قبل التصميم الوزارة تستفيد من تجارب الدول المتقدمة مثل سنغافورة تطرح على الموقع الإلكتروني وبالتالي المواطن يبدأ رأيه والوزارة بعد ذلك تأخذ مجمل الآراء وحتى ممكن من خلال المجالس البلدية أو النواب يعرض عليهم التصميم ويبدون ملاحظاتهم بالعموم بحيث أن المسكن يعني يلائم الأسرة البحرينية الحكومة أخذت هذه المقترحات على محمل الجد وردت عليها بما يتناسب مع استراتيجيتها الإسكانية كان هناك أكثر مقترح براقبة كان هناك مقترح براقبة بالنسبة على سبيل المثال للسماح بإجراء تعديلات على الوحدة السكنية حال استلامها من المواطن رأي وزارة الإسكان أنها ليس لديها مانع والعمل قائم بهذا الأمر له إجراء التعديلات ولكن من خلال ضوابط معينة الاقتراح الأبرز في جلسة مجلس النواب كان يتعلق بشمول الموظفين المؤقتين تحت مضلة التأمينة الاجتماعية كجزء من الحل اقترحنا اليوم اقتراح بقانون وهو شمول هؤلاء الموظفين المؤقتين ضمن التأمينات الاجتماعية حتى لا تضع عليه سنوات الخدمة في احتساب تقاعده في النهاية لذلك الآن إذا تم أقرار هذا القانون سيحتسب ستحتسب سنوات الخدمة لهذا الموظف المؤقت لحين تثبيته أو انتقاله إلى عمل آخر ثابت الحكومة أبدت عدم ممانعتها بمد القطاء التأميني ليشمل هذه الفئة الحكومة أيضاً أبدت رأيها وعدم ممانعته في هذا في مد القطاء التأميني للموظفين المؤقتين أيضاً كما قلت يحيل الحكومة بصفة مقترح بقانون تبدي الحكومة ملاحظات وتقوم هيئة تشرع الافتاء بصياقة المقترح على هيئة مشروع قانون نحن نرحب بهذا هذا في حماية للموظف المؤقت البحريني الجلسة ناقشت أيضاً عدداً من المقترحات بقوانين ومن أبرزها تعديل قانون المناطق الصناعية والذي أحيل للحكومة الموقرة سهير عصفور لبركز الأخبار تلفزيون البحرين